قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه علموا أولادكم الشعر فأنه يعلمهم مكارم الأخلاق الشعر يساهم بشكل جيد وقوي في تعزيز مكارم الأخلاق فأغلب الشعراء تطرقوا لهذا الجانب من خلال قصائدهم الشعر نبطي له دور وتأثير كبير في المنطقة وهو لسان المجتمع السابق كانوا العرب يحتفلون لمن يبرز أحد من أبنائهم كشاعر وأيضاً مكانة الشعر في صدر الإسلام كان وسيلة من الوسائل القوية في الدفاع عن رسالة الإسلام